تم الترحيب بنا من قبل عدل جان المدرب الرئيسي للفريق وكان ذمن فريق كرة السنة للمنتخب الصيني في أولمبياد برشلونة عام 1992 كان لدينا مجموعة من اللاعبين الممتازين الذين غادروا بالفريق واحدا تلو الآخر بالإضافة إلى ذلك التقينا أيضا في مباريات الدور باللاعبين الأجانب بالنسبة لقائد الفريق فإن الهزيمة يصعب استيعابها نعم هناك خيبات أمل وندم لأنه لا يوجد سوى بطل واحد لرياضات تنفسية لكن في الواقع ليس الفائز هو البطل فقط والآخرون جميعهم خاسرون أعتقد أنهم أيضا أبطال عبد السلام هو واحد من الجيل الجديد من لاعب الويغور المميزي كان عدل جان الذي بدأ مسيرته الرياضية في الثمانينات من الجيل الأول وهو كان أول لاعب من قومية الويغور من سنتيا يمثل الصين في عام 1989 أنا محظوظ للغاية لقد تدربت وحصلت على فرص تمثيل البلاد في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم والألعاب الآسيوية وسلسلة من المسابقات يؤكد كل من المدرب والقائد أن خلفيتهم العرقية لم تكن أبدا عاملا مهما في مسيرتهم الرياضية أنت تعلم أن الصين لديها 56 قومية وقومية واحدة منها لكني لم أشعر أبدا بأي شيء مختلف بسبب هويتي أعتقد أن الجميع مثل أفراد العائلة وأن كرة سلة تجمعنا بشكل وثيق هدفنا بسيط هو الفوز بالمباراة